أن تحجز للسفر الجوي عبر شركة طيران متعددة النشاطات بما فيها نقل الميليشيات فهذا يعني المجازفة بعينها ولعل هذا ما أدركه المسافرون الذين قطعوا تذاكر السفر عبر شركة فلاي بغداد التي أدرجت على قائمة العقوبات الأمريكية ما أدى إلى توقف رحلاتها وتجميد أموالها شركة الطيران المتورطة بنقل أسلحة وعناصر من الميليشيات والحرس الثوري الإيراني إلى سوريا ولبنان بحسب وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في بيان لها بعد العقوبات الأمريكية أنها ألغت رحلاتها بشكل كامل مشيرة إلى عدم إمكانية استرجاع أموال التذاكر للمسافرين بسبب تقييد حساباتها المالية والمصرفية وفي مراجعة لجدول رحلات شركة فلاي بغداد تبين أن الشركة لديها 89 رحلة مجدولة في الأسبوعين المقبلين بمعدل 200 راكب لكل رحلة وهذا يعني أن الأموال التي خسرها المسافرون تصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي بشكل تقريبي شركة فلاي بغداد تراهن على تحمل الحكومة مسؤولية إعادة الأموال للمسافرين الذين دافعوا تذاكر سفر الرحلات الملغات ويتضح ذلك من بيانها الذي بررت فيه عدم قدراتها على إرجاع الأموال للمسافرين بسبب تجميد الحكومة أموالها وحساباتها وبالعودة إلى دوافع العقوبات الأمريكية على شركة فلاي بغداد حاول مدير أمن الطيران في الشركة نمير القيسي رد التهم الموجهة إليهم بتبريرات يراها مراقبون لا تنسجم مع لائحة المسؤوليات المنوطة بشركات الطيران خبراء في مجال النقل الجوي رأوا أن تورط شركة فلاي بغداد بنقل الأسلحة وعناصر الميليشيات لا يضر فقط بسمعة الشركة وإنما يؤثر كذلك على حركة جميع مطارات العراق إذ إن دخول الأسلحة إلى مطار ما يبعث الرعب في قلوب المسافرين ويبقي طيران العراق ضمن لائحة المنع الأوروبي